أنا تحطمت تمنيت إن الأرض بلعتني ولا صرت في هذا الموقف تمر علينا وقعت نتمنى فيها إن الأرض تبتلعنا من كثرة الفشيلة اللي صارت واليوم رح أحكي لكم موقف الشخصي صار معي أنا في الثانوية كنت في الصف الثاني ثانوي وكنت الطالب المجتهد بس كان عندي عيب كبير جد العيب هذا إني أحب أكون في الواجهة تعرف نوعية اللي يحب يطلع في الإذاعة المدرسية حتى لو ما طلب منها حد يب هذا أنا حياك تعرفون بعض المدارس يحبون ينظمون دوريات كورة المهم أنا كنت متحمس إني أشارك رغم إني ما كنت أعرف ألعب ويا نيتني ما شاركت يا نيت الأرض بلعتني وما شاركت وما قلت أنا ألعب معكم نيتني سكت كنت متحمس الموضوع بزيادة وأنا ما أعرف ألعب ما أدريش اللي كان فراسي بوقتها ولأن الشباب عارفين إني من جنبها بالكورة قالوا لي خلاص ألعب حارس لأن ما في كان حارس أساساً في الفريق وقلت قدام أنا حارس وفي أول مباراة جاني أول اختبار جاء لعب الخصم شانتها الكورة بكل قوة تقول كأنه الكبتن بسام جالس يشوت مزق الكورة يا رجل وأصدها كذا بيدي وتطلع الكورة الفوق والشمس ما خلتني أشوف أجارس كذا ناظر 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 منتظر الكورة تيجي أقول وينها ما شوف شيء إلا فجأة اسمع الجمهور قول قول كورة وراي صارت قول آه كيف إلى الأم ما أحارف يبقى في الفريق جالسوا من صدمين لأني قبل شوية صد كورة مرة صعبة صارة وكذا خلتها تيجي في القول فكانوا مصدومين جدا بس قلوا يالله معلي معلي نعوضا نعوضا وفعلا قدروا يعوضوها وسجلوا قول جميل جدا قلت النتيجة تعادل وبعد شوي واحد يشوت كورة بشكل خفيف جدا عارف الكورة اللي تقول همم ركيد راح أصدني يعني وش هاد الشوطة صدت واحدة أقوى مني تمشوا من المفهام حقتي قلت بصدها بيد واحدة أوكي المهم جبت العيد وطاحت الكورة من يدي ودخلت في الشباق قول آه طبعا الشباب بدوا يناظروني ذانا كابناء خلنا نعب هجوم في الشوطة الثانية قلت أوكي ما عندي مشكور الله واروح ألعب هجوم مباقي مباقي من الوقت إلى ثلاث دقائق وإحنا خاصين اثنين واحد أوكي وتجيني فجأة كورة وأنا مفرد وخلاص أنا والحارس وأقول هذا بنفسي راح أعدل راح أعدل وأعدل من الخطأ اللي أنا سويته وراح عوضهم ومدري إيش من هالكلام فيجي أشوت الكورة بكل قوة طبعا جليتها يب جليت وما اسمع اللي أضحك الناس والجمهور وفريقي يحاول يحمسني أنت تستطيع لكن خلاص ما في أمل أنا تحطمت تمنيت إن الأرض بلعتني ولا صرت في هذا الموقف طبعا صار كلما تجيني الكورة واحد من الجمهور واحد وكذا اللي قاهرني واحد من الجمهور الجس يصارخ يقول لي ويضحك عليها أنا أنا انجرط والله وأحول قداه واشوته بكل قوتي وأجلس أبرد حرتي فيه يا رجال إلين ما طردني أستاذ الرياضة وقال لي أنت ما رح تلعب مرة ثانية في الملعب هذا كبعنا لم أكن تعرف ليش سويك هذن مدرس بس كل يبغى يرحم فريقي مني أو يبغى والمهم فريقه أنا أخذ المركز الثاني أظن لو كنت موجود ممكن نحقق المركز الأول ولا وش رايكم؟ ممكن؟ أمام هذا كان أكثر موقف محرج واجهته في الثانوية إذا حابين نسوي مواقف ثانية زي هذه يلا تعطينا لايك عشان عادل هذا النوع من المقاطع أعجبكم وإذا أنت مش مشترك اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وحط لايك إذا أعجبك هذا الفيديو وأتمنى تنشروه برضو كان معكم مستر ماز نشوفكم إن شاء الله في المقطع القادم مع السلامة